بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله كتاب الصلاة نعم الصلاة تنقسم إلى قسمين فريضة ونافلة نعم الصلاة لابد لها من شروط وأركان وواجبات وسنن ومبطلات تليفون لا بعدك جزاك الله قرب علينا شوية أخواننا قربوا عشان نشوف الهواتف ونشوف كل شيء إذا تأتي قريباً إن شاء الله أخرى من المنزل تعال يا شيخ وأنت لماذا هكذا أدخلوا تعال هنا قدم آيفون الله يرزقك يا رب نحن نأخذ هذا والله يعوضك خير منه دعال هنا طيب ما هي شروط الصلاة الشروط خارج العبادة الأركان داخل العبادة الواجبات داخل العبادة لكن الشرط لابد يكون في كل العبادة لكن الركن في جزء من أجزاء العبادة الوضوء شروط الصلاة أو أركان الصلاة قبل الصلاة أو داخل الصلاة خارج الصلاة هو شرط طيب هل الصلاة لابد في كل الصلاة الوضوء نعم لابد الوضوء يكون في كل الصلاة إذن هذا الشرط في جميع الصلاة نعم أما من أركان الصلاة الله أكبر قول الله أكبر تكبيرة الإحرام صح؟ ينتهي ركن قلت الله أكبر خلاص انتهى الركن ما يمتد في كل الصلاة مثل الوضوء هذه فروق بين الشرط والركن هذا قبل وهذا داخل وهذا في كل العبادة وهذا في جزء من أجزاء العبادة هذا الفروق نعم يتفق الشرط مع الركن أنه لا يقبل في ترك شرط أو ركن لا جهل ولا نسيان ولا عمد ما نقبل يعيد الصلاة صلى بغير وضوء الصلاة باطلة ناسي متعمد جاهل لا فرق صلى ولم يسجد الصلاة باطلة جاهل ناسي متعمد الواجب الواجب يتشابه مع من؟ مع الشرط؟ لا يتشابه مع الركن نعم الواجب يقبل فيه كتاب التوحيد الواجب يقبل فيه الجهل والنسيان ولا يقبل فيه العمد والشرط لا يقبل فيه لا جهل ولا نسان ولا عمد نعم ترك التشهد الأول تشهد الأول واجب جاهل ناسي الصلاة صحيحة متعمد الصلاة باطلة ترك التشهد الأخير الصلاة باطلة جاهل ناسي متعمد نعم ما هي شروط الصلاة من يعرفها كاملة بسم الله الأول الإسلام فلو صلى الكافر الصلاة باطلة الثاني العقل فلو صلى المجنون فصلاة باطلة طب لو صلى السكران صلاة ستكلم نعم صلاة باطلة أيهما أفضل المجنون أو السكران مجنون نعم للمجنون مريض والثالث التمييز يعني التفريق بين الأشياء هل تصح صلاة الصغير نعم إذا كان يميز وإذا غير ميز لا تصح والرابع النية النية محل القلب والتلفظ بها بدعة رفع الحدث الأكبر والأصغر أخذنا نعم إزالة النجاسة عن البدن والبقعة والثوب دخول الوقت ستر العورة استقبال القبلة استقبال مكة خلاص تسعة تسعة هذا علم إذا قال تسعة معناه نضاب إن شاء الله وإياكم ستر العورة عورة المرء الحر البالغة لا بد تستر جميع البدن إلا وجهها وعند الأجانب تغطي حتى الوجه نعم طيب أنت تستر من السرة إلى الركبة مع استحباب ستر العاتقين وأخذ كامل الزينة في الصلاة نعم واستقبال القبلة في الفريضة أو في النافلة إلا أن النافلة في السفر يصح أن يصلي حيث توجهت الدابة القطار السيارة الطائرة النافلة فقط أما الفريضة لا بد يستقبل القبلة أركان الصلاة نعم كم هامني نعم أربعة عشر هذا علم تمام أربعة عشر الأول لا بد أن العلم يدخل هنا مرتب حتى يخرج مرتب إذا دخل العلم هنا مشوش لن يخرج إلا أن يشاء الله يعني هذا جزاء الله خير يقول أركان الصلاة أربعة عشر القيام مع القدرة تكبيرة الإحرام قراءة الفاتحة الركوع مرتب لكن لو قال لك التشهد الأخير وقراءة الفاتحة والركوع هذا لم يضبط العلم نازم يرتب نعم نعم الأول يقول القيام مع القدرة في الفريضة أما النافلة يصح أن يصلي جالسا أو على جنب لكن إذا جالس نأخذ نصف أجر القائم وعلى جنب نصف أجر القاعد ربع أجر القائم نعم تكبيرة الإحرام يعني قول الله أكبر ليس رفع اليدين رفع اليدين واجب قراءة الفاتحة في السرية وفي الجهرية وفي كل ركعة وفي الحضر وفي السفر نعم تسقط الفاتحة في حالة واحدة فقط إذا أدركت الإمام راكعا الله أكبر وكبر تكبيرة الإحرام وأدخل معه في الركوع تسقط عني الفاتحة بقول النبي عليه الصلاة والسلام نعم نعم والركوع الرفع من الركوع لكن لا هكذا الله أكبر لا بد يستقيم قائم يرجع كل فقار إلى مكانه نعم والسجود على العضاء السجود على العضاء السبعة الجبهة والأنف واحد باطن الكفين الركبتين وباطن أصابع الرجلين أي سجدة الأولى أو الثانية بوث تمام الاثنين وكلاهما تمام والرفع منه نعم لا هو ما قال مو قال جلسة هو قال الرفع هذا ركن وقال السجود ركن ثاني اثنين جاب ركنين الآن بعد السجود قال الرفع منه والجلسة بين السجدتين ركنين نعم لأنه ممكن يرفع ما يجلس لكن هو رفع وجلس ركنين نعم طمأنين كيف نعرف أنا طمأنين أن يقول الذكر الواجب في كل ركن يعني لو في الركوع قال سبحان ربي العظيم حصل الطمأنين في الغالب يعني طمأنين ما ينقر السر الله كبر الله كبر الله كبر نعم باطلة نعم ترتيب بين الأركان يعني لابد قيام تكبيرة إحرام قراءة فاتحة ركوع رفع هكذا لابد يرتب الصلاة نعم تشهد الأخير الأخير طيب صلاة فجر تشهد أخير أو أول هو تشهد واحد لا لا تشهد صلاة فجر تشهد واحد هذا أخير أو أول أو ركن أو إيش اسألوا نعم ركن ما شاء الله الصلاة إذا كان فيها أكثر من تشهد التشهد الأخير ركن إذا فيها تشهد واحد التشهد اللي بعده تسليم هو الركن خلاص تمام نعم يقول التشهد يعني قول التحيات لله والصلوات والطيبات والجلوس له لا ممكن تشهده قائم قال لازم يجلس حتى يقرأ تشهد تمام نعم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن نعم في أي تشهد أخير وفي الأول لا وفي الأول سنة والتشهد الأول واجب والتشهد الأخير ركن نعم نعم والتسليم ها التسليم تسليمتان نعم واجبات الصلاة نعم كم جميع التكبيرات عند تكبيرة الإحرام تكبيرة الركوع تكبيرة السجود مثلا نعم قول سبحان ربي العظيم مرة واحدة بهذا اللفظ لابد يقول سبحان ربي العظيم وجوبا مرة واحدة ثم يستحب له يزيد بما ورد سبوحهم قدوس رب الملاكة والروح سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم وبحمدي نعم قول سمع الله لمن حمد للإمام والمنفرد دون المأموم قول ربنا وكالحمد للكل سبحان ربي الأعلى في السجود بهذا اللفظ قول رب اغفر لي بين السجدتين التشهد الأول يعني قراءة التشهد الأول والجلوس له وعي يقف تمام مبطلات الصلاة إذا لا تعرفوا مبطلات الصلاة قد تكون الصلاة عندكم باطلة وانت ما تدري عنها عندنا قبل أن نأخذ مبطلات الصلاة الحركة أي حركة في الصلاة تندرج تحت حكم من الأحكام التكلفية الخمس تمام حركة محرمة الأكل الشرب الضحك حركة مكروهة الالتفات اليسير في الصلاة حركة مباحة يعني وهو يصلي جاءت ذبابة هنا هكذا بأدنى حركة نعم حركة مستحبة هي الحركة التي يترتب عليها كمال الصلاة يعني إذا تحرك كانت الصلاة أكمل أكثر في الأجر مثل سد الفرج نعم نعم الخامس حركة واجبة وهي الحركة التي يتوقف عليها صحة الصلاة إن لم يتحرك كانت الصلاة باطلة أنا وانا وصلي وجدت على شماغي هذا نجاسة حركة واجبة لابد أن أزيل النجاسة نعم نعم مبطلات الصلاة نعم كاملة كم واحدة ها بسم الله الأول الكلام العمد مع العلم والذكر تكلم متعمداً عالماً من تحريم الكلام في الصلاة ذاكرة لا ناسية وهو يسأل لي جاء التصال أنا في الصلاة نعم تمام الثاني الحركة الكثيرة حركة كثيرة متتابعة متوالية عرفة يعني تنظر إليه تظن غير مصلي من كثرة ما يتحرك يفتح الهاتف وينظر أنه لله وإنه إلى يراجه شوف الرسائل ويمسح نعم تنظر إليه تظن غير مصلي من كثرة ما يتحرك نعم الثالث الانحراف الكثير عن القبلة يعني هذا القبلة هو ينحرف هنا أو ينحرف هنا نعم الأكل الشرب الضحك انكشاف العورة هذا من يصلي في البنطال إذا ركع أو سجد إذا انكشفت العورة الصلاة باطلة انتقاض الطهارة يعني خرج منه ريح مثلا لكن يقين مئة بالمئة يسمع صوت أو يجد ريح نعم هذا قال أنا إمام المسجد كيف أخرج يخرج مني ريح الناس عيب نعم حرام تكمل الصلاة كل الناس يخرج منهم ريح لسه أنت فقط يا إمام عندنا لك حل ويخرج نعم الحمد لله تمام عندنا الصلوات المفروضة خمس صلاة الفجر ركعتين والظهر أربع ركعات العصر أربع ركعات المغرب ثلاث ركعات العشاء أربع ركعات في السفر تقصر الرباعية فقط الصلاة الرباعية التي تقصر من أربعة سر ركعتين يعني الظهر والعصر والعشاء الفجر لا يقصر والمغرب لا يقصر نعم ولهذا يقول العلماء قصر الرباعية ما يقول قصر الصلاة كل الصلوات لا قصر الرباعية في السفر نعم المسافر له أن يجبع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء إما جمع تقديم أو جمع تأخير نعم يجهر في صلاة الليل في الأوليين أي صلاة صلة بالليل يجهر فيها يعني الفجر والمغرب والعشاء في الأولين نعم وكل صلاة يشرع لها الاجتماع نجهر فيها الجمعة العيدين الاستسقاء الخسوف الكسوف جهر تمام عندنا صلاة الجماعة نعم ما حكم صلاة الجماعة نعم نعم يقول واجب للرجال أن يحضروا المسجد نعم أقل ما يقال في صلاة الجماعة أنها واجبة وهناك قول لشيخ الإسلام ابن تيمي رحمه الله يقول إذا صلّى المسلم القادر على الجماعة الرجل صلّى في بيته بدون عذر صلاة باطلة هذا يقول الشيخ الإسلام نعم صلاة الجمعة صلاة الجمعة تصلّى في الحضر لا في السفر أقل عدد يقول الشيخ بن عذر رحمه الله تعالى ينعقد به الجمعة ثلاثة أن الإمام وإثنين مصليين نعم لابد يتقدم الجمعة أولاً يصعد الخطيب على المنبر ويسلم على الناس نعم يجلس يؤذن ثم يقوم الإمام يخطب وعظ لو قال اتقوا الله عباد الله حصل الوعب يقرأ آية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وحصلت الخطبة يجلس ثم يخطب الخطبة الثانية ثم تقام الصلاة ثم يصلي بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءة نعم نعم يجهر في القراءة السنة أن يقرأ في الأولى بعد الفاتحة بسبح والثانية بالغاشية والسنة في صلاة الفجر في يوم الجمعة أن يقرأ بعد الفاتحة في الأولى سورة السجدة وفي الثانية بعد الفاتحة سورة الإنسان نعم نعم أعمال يوم الجمعة قراءة سورة الكهف لماذا؟ سنة نعم لماذا؟ لأن في الجمعة تتذكر أنك في هذه الدنيا لابد تبتعد عن الفتن تبتعد عن الفتن فتنة ماذا؟ ماذا في سورة الكهف؟ فتنة الشباب فتنة المال فتنة الدنيا تبتعد عن هذه الفتن كلها تكثر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام إبراهيمية أنا أغسف الصلاة ليست الإبراهيمية الله بصلي على محمد عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم نعم اغتسال الجمعة التبكير للجمعة التحري وقت الدعاء خاصة قبل غروب شمس يوم الجمعة نعم عندنا كذلك السنن الرواتب نعم نعم لا ما يمكن لا ما يمكن أخذوا فسحات كثيرة يا شيخ عاشر وأيش نسن علان نستمر إلى عاشرة إلا عاشرة ممكن طيب ولا شراك فسح كثيرة مشكل يسبروا هذول إن شاء الله طيب إذن نأخذ استراحة فسحة خمسة أو عشر دقائق إن شاء الله تعالى طيب جزاكم الله خير سبحانك خمس دقائق حتى 9.20 إن شاء الله سبحانك شاء الله